السؤال الثاني سائل يسأل فيقول علي ديون كثيرة وانا ادفع الربى اثناء سداد هذه الديون اسأل الله ان يغفرني لا مين احاول ان اتدخل في كل يوم قليلا من الدولارات لاجل الصدقة في نهاية كل شهر او كلما سنحت فرصة مناسبة للتصدق ايهما اوجب ان اتصدق او ان افي بديني اي ان اتصدق على نفسي وعائلتي يا ولدي ان قضاء الديون مقدم على نوافل الصدقات ان الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة ايهما الديون الربوية واكل الربى ملعون ومؤكله ملعون وكاتبه ملعون وشاهده ملعونان لعنى النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربى ومؤكله وكاتبه وشاهده وقالهم سواه طبعا يستصحى معنى الضرورات الملجئة لو ان ضرورة حياتية ملجئة الجأت شخصا الى الاقتراض بالربى وقد علم الله انه مضطر تقطعت به الاسباب كلها وغلقت دونه الابواب كلها اذا كان ذلك كذلك فنرجو ان يعذره الله عز وجل على ان تقدر الضرورة بقدرها ويسعى في ازالتها بارك الله فيه هل تعلم يا رعاك الله ان الشهيد اذا مات وعليه دين يغفى له كل ذنب الا الدين الشهيد الذي جاد بروحه لله تعالى الذي اريق دمه في سبيل الله عز وجل يغفى له كل ذنب الا الدين نبي صلى الله عليه كان في اول الاسلام اذا مات شخص عليه دين يسأل هل ترك ما يقضى منه دينه فان قالوا له نعم صلى عليه وان قاله لم يترك وفاء لدينه يقول صلوا على صاحبكم ويأبى ان يصلي عليه زجرا للناس لان حقوق العباد القصاص فيها لا محالة الدووين ثلاثة ديوان لا يغفره الله ابدا الشرق ان الله لا يغفر ان يشرح به ويغفر ما دون ذلك المن يشاء وديوان لا يتركه الله ابدا حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة وعزتي وجلالي لا يجوزن اليوم ظلم ظالم واما الديوان الثالث لا يعبأ الله به شيئا من صوم يوم تركه او صلاة تركها فهو الى الله ان شاء الله عذبه وان شاء غفله يدخل في عموم المشيئة في قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك المن يشاء اشتركوا في القناة